بالختام مشاهدين الكرام المنتظر كان من المحكمة الاتحادية اللي قراراتها محترمة وعلى العين وعلى الراس وكنا نؤتمر بيها ومع أن تكون أو يكون القانون فوق كل شيء الأجدر بالمحكمة تزامنا مع هذه القرارات المهمة والمصيرية بإقالة رئيس مجلس نواب بتهمة مثل التهم المنسوبة وإقالة نائب ورد دعوة معينة الحبل على الجرار فهل سؤال هل سنرى خلال الأيام القادمة هذا الموقف الحازم من المحكمة الاتحادية مع المالكي المتهم بتسريبات تهدد الأمن الوطني هل سنشهد محاكمة عادلة الأمن الوطني هل سنرى محاكمة للمالكي لاتهامه بتسليم ضحايا سبايكر هل سنرى محاكمة للمالكي لتورطه بفراغ خزينة الدولة هل سنرى محاكمة للمالكي لتورطه بتسليم ثلثي العراق والتعاهد باسترجاعه خلال 24 ساعة ولم يفي بوعده إن شاء الله تكون المحكمة الاتحادية على قدر هذا التحدي وأن نشد أزرها في أن تتخذ هكذا قرارات مهمة تفيد المواطن العراقي ترجمة نانسي قنقر